السلام عليكم رحمة الله تدريبات على الدرس الرابع اللي هو مصادر الموارد الطبيعية الموارد الطبيعية في بيئتنا المصرية أول سؤال بتنتشر مصادر الطاقة في استحارة المصرية طبعا صح احنا قلنا ان بتنتشر مصادر الطاقة مصادر الطاقة في استحارة المصرية وخليج السويس وخليج السويس من الموارد الطبيعية في مصر الطرق والمواصلات ايه عام اللي جابك هنا لا طبعا الموارد الطبيعية ما لهاش علاقة بالطرق والمواصلات الموارد الطبيعية اللي هي الماء والهواء والرياح والشمس صحة ولا إيه طيب ثلاثة الرمال البيضاء بتدخل في صناعة الخزف لا غلط اللي بتدخل في صناعة الغزف الرمال السوداء يبقى اللي جابة هنا غلط غلط الرمال السوداء بتكسر المياه الجوفية في الواحات المنتشرة في الصحراء الشرقية لا المياه الجوفية الواحات منتشرة في الصحراء الغربية تبقى دي كمان غلط نهر النيل من موارد المياه الملحة في مصر لا يا عم إيه ده ده عنده كله غلط ولا إيه لا برضو غلط نهر النيل من موارد المياه العزبة المياه العزبة بيستخدم أو يستخدم الخروع في صناعة بعض أنواع الأدواء ومستحطرات التجميل صح الخروع والصبار الخروع والصبار بتنتشر مناجم الحديد في الصحراء الشرقية غلط مناجم الحديد بتوجد في الصحراء الغربية الحديد والفوسفات 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 في الصحراء الغربية صح صح تمام ان بحيث ان الصباط دي خلت عندي الزراعات بقت ايه بقت موجودة طول السنة تمام الخضار والفواكه بقت موجودة ايه طول السنة تسعة تحتوي الرمال السوداء على معادن اقتصادية هامة تدخل في صناعة الخزف الصح الكلام ده صح تنتشر الرمال السوداء على طول سواحل البحر المتوسط صح من العريش شرقن حتى رشيد غربن من العريش ايه من العريش شرقن حتى رشيد ايه غربن اكمل الجومة الاتية بيعد نهر النيل وفرعوها من موارد المياه الايه العزب صح بينتشر في محافظتك العديد من الموارد ها العديد من الموارد مثله الموارد الطبيعية زي الماء والهواء ها والرياح والغاز الطبيعي طيب بينتشر بتنتشر مناجم الفوسفات لسه اله بتنتشر مناجم الفوسفات في الصحراء ايه الغربية في الصحراء ايه الغربية تتنوع البيئات المصرية في مصر ادى الى تنوع ها ادى الى تنوع ايه الموارد الطبيعية يبقى تنوع البيئات المصرية وقدى الى تنوع الموارد الايه الطبيعية طب الرماء السوداء كوانتها ايه رواسب رواسب ايه نهر النيل تتطلب التنمية المستدامة استخدام الموارد استخدام الموارد مع ايه مع الحفاظ على حق ها الاجيال القادمة يبقى انا استخدم الموارد ديت بس بشرط احافظ على حق اللي هيجي بعدي يبقى احافظ على حق الاجيال القادمة ايه هو العمل الذي يكون به الانسان لاستغلال الموارد الطبيعية النشاط الاقتصادي اي نشاط الاقتصادي اي نشاط الاقتصاد الموارد الذي منحه الله للانسان اللي يساعده على الحياة الموارد الايه الطبيعية استخدام الموارد لتلبية احتاجات المواطنين مع حفظ حق الاجيال القادمة اول ما شوفك كلمة دي أول ما شو الكلمة دي تبقى إيه التنمية المستدامة الطفل اللي ما يراكش يكتبها تكتب له عمود الطفل اللي مش عارف يكتبها كويس تكتب له عمود في كراسة التنمية المستدامة أراضي منخفضة بالصحراء بتقوم بها الزراعة على المياه الجوفية الألواحات مستصعب كلمة تكتب له عمود في أي كراسة ينتشر في الصحراء الشرقية الصحراء الشرقية معدن إيه هو إيه نحاس وزهب أدور على حاجة فيهم نحاس وزهب في الصحر الغربية موجود حديد وفوسفات حديد وفوسفات تقوم حرفة الزراع على المياه الجوفية فين في منخفض الفيوم ولا في الصحر الغربية ولا وادي النيل ولا الدلتة طبعا مش اللي الوادي ولا الدلتة بدام قال لي منخفض اختاره على طول منخفض الفيوم ده في زراع قال لي منخفض تبقى مياه جوفية على طول بتدخل رمال البيضاء في صناعة كثير من ايه رمال البيضاء مش السوداء الزجاج بتمتلك مصر مصادر متعددة لتوليد الطاقة زي ايه ايه اللي بيولد عندنا الطاقة الفوسفات ولا النحاس اكيد طبعا الشمس الشمس ولا طبعا الحديد ولا الحديد بيولد طاقة بيستخدم الزهب في صناعة ايه في صناعة الحديد الحلي الحلي بتوجد المياه الجوفية في واحات الصحراء الواحات فين؟ في الصحراء ايه؟ مافيش طبعا غير هي ده الغربية بدنا انتشر النباتات الطبية والعطرية في مصر بالبيئة ايه؟ احنا قلنا النباتات الطبية والعطرية بتعتبر نباتات صحراوية ها تعتبر نباتات صحراوية ماشي؟ السؤال اللي بعده ثمانين بعدها ايه اذكر سببا واحدا بتتركز السكان في الواحد تتركز السكان في الواحد دي اما يكون في مية وما يكون في اكل صح؟ يبقى تتركز السكان في الواحد حيث مياه القبار والعيون التي تقام عليها الزراعة ثاني سؤال اهمية نباتة الخروع نباتة الخروع قلنا انه هو نباتات ايه؟ طبية عطرية ها؟ طبية عطرية يبقى اهمية نباتة الخروع بيدخل ها في مستهضرات التجميل والايه؟ ومستهضرات التجميل والادوية مستهضرات التجميل والادوية اهمية الموارد المعدنية اهمية الموارد المعدنية طبعا بتدخل في العديد من الصناعات الاقتصادية تدخل في العديد من الصناعات الاقتصادية زي صناعة الحديد والصلب صح ولا ايه؟ طيب اهمية المياه الجوفية العزبة بتقام عليها الزراعة فين؟ في الواحد ها؟ في الصحراء الغربية اهمية الرمال البيضاء بتدخل الرمال البيضاء في ايه؟ في صناعة الزجاج في صناعة الزجاج